المرأة هي ليس جسدا فقط ولا عورة وليس مكانها فوق السرير فقط ولا بين أدوات المطبخ هي لم تخلق لتتحمل تفاهات الزكور هي تقرأ تكتب تبني وتخترع دون أن ننسى أنها تحب فها هي ذي طبيبة مهندسة ومعلمة أيضا والأفضل من هذا وذاك هي الأم هي كل شيء ولها كل شيء ولو كانت المرأة أغبى أو أضعف من الرجل لما أتمنها الرب على تربية البنات والبنين وما كانت سندا للرجل فكلهما يكملان بار يا مجتمعي متى تفهم هذا؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر